بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في شركة تطوير للخدمات التعليمية في هذا الدرس لأصف الأول متوسط في الفصل الدراسي الثاني في مادة لغة الخالدة موضوع درسنا لهذا اليوم نص الدعم لمن تبتسم الحياة أهداف درسنا لهذا اليوم قراءة النص قراءة واعية والإجابة عن أسئلة تفصيلية حول النص وتلخيص أفكار النص إذن درسنا هذا اليوم يا أبنائي هو نص الدعم لمن تبتسم الحياة لمن تبتسم الحياة يا أبنائي ما رأيكم لمن تبتسم الحياة ما رأيكم أن نقرأ النص حتى نعرف رأي الكاتب في لمن تبتسم الحياة كل إنسان في هذه الحياة قادر إلى حد ما أن يجعل حياته فقيرة أو غنية باسمة أو عابسة نعم إن للوراثة والبيئة دخلا في حياته ولكن الإنسان بعزمه وهمته قادر بعون الله تعالى على التغلب عليهما إذن ماذا نفهم من هذا الكلام نعم نفهم من هذا الكلام يا أبنائي أن الإنسان قد يولد فقيرا وقد يولد في حياة عابسة وحياة مليئة بالمشاكل لكن هل يتوقف عند هذا الأمر ويعتقد أن حياته ستستمر على هذا الأمر أو أنه قادر بعون الله تعالى على التغلب على هذا الأمر بهمته وعزيمته نعم قادر الإنسان قادر في هذه الحياة أن يغير من حاله طبعا بعد عون الله عز وجل أن يغير من حاله سواء كان في حالته المادية سواء في الفقر أو حتى في حياته الاجتماعية أن يغير من حياته نكمل فالوراثة والبيئة لا تعوقان الإنسان عن إسعاد حياته إذا منح الهمة وقوة الإرادة والتفكير الصحيح إذن ما الذي يساعد الإنسان على تغيير الحياة تغيير حياته نحو الأفضل مهما كانت حياته في البداية من أمور سيئة هو قادر على التغيير إذا منح ماذا إذا منح الهمة وقوة الإرادة والتفكير الصحيح إذن إذا منح الإنسان الهمة وقوة الإرادة والتفكير الصحيح هو قادر على إسعاد حياته إذن لذا نكمل هنا لذا عليك اللا تيأس اليأس هنا مرفوض حتى تستطيع تغيير حياتك لا بد أن تبتعد عن اليأس لذا عليك أن لا تيأس ولا تقطب وجهك ووسع أفقك ما معنى لا تقطب وجهك نعم أي لا تكون عابسا في وجه الحياة لا بد أن تكون مبتسم تتقبل حتى بعض المشاكل تتقبلها بسعة صدر وسعة أفق حتى تستطيع أن تتعامل معها واعتقد أن الله عز وجل أو أن الله تعالى لن يحرمك الخير في مستقبلك فاعتقادك أن لا مستقبل لك ولا أمل في حياتك هما سم قاتل يضني الإنسان حتى يميته ويضعف إيمانه ولا تتعلل بأنك لست نابغة فالعالم لا يحتاج إلى النوابغ وحدهم والنجاح ليس مقصورا عليهم إذن ماذا نفهم من هذا الكلام نعم نفهم من هذا الكلام يا أبنائي أن الذي يعتقد أنه لا مستقبل له ويكون يائسا يرى المستقبل بتشاؤم وأن هناك ليس آمل في الحياة لا يعتقد أنه سينجح في حياتي أو في دراسته ولا يعتقد أنه سيكون في يوم من الأيام ناجحا هذا سم قاتل يجعل الإنسان ميت قبل أن يموت ويجعله ضعيف الإيمان فلا تتعلل لا تقول مثلا أنا لست نابغة هناك من أذكى مني وهناك من هو أنجح مني العالم لا يحتاج إلى النوابغ ولا يحتاج إلى كل الناس يكون في مستوى واحد النجاح ليس مقصورا على مجموعة معينة من الناس فباستطاعتك أن تنجح في أي مجال تكون أنت قادرا فيه إن كثيرا من الشباب يعتقدون أن هناك من منحوا قدرة على التفوق من غير جهد وعلى الإتيان بالعجائب من غير مشقة وهذه أفكار عائقة عن العمل والنجاح إذن إن كثيرا من الشباب يعتقدون أن هناك من منحوا قدرة على التفوق من غير جهد هذا غير صحيح ما ليس هناك شخص نجاح من غير جهد كل الناجحين هم لا بد أن يكون لهم نسبة من الجهد سعوا إلى ذلك التفوق وذلك النجاح فلا بد أن نطرد هذه الأفكار أن هناك من مثلا بعض الناس يتعلل بأن هناك من وصل إلى نجاحه بالحظ أو وصل إلى نجاحه مثلا من غير جهد وهذا غير صحيح لا بد أن نعرف أن كل من نجح هو بتعبه وجهده فالنجاح يحتاج مننا أن نكون أصحاب جهد وأصحاب تعب وخير وسيلة للحاق بركب النجاح في الحياة أن يكون للشباب مثل أعلى يطمح إليه واللبيب من يضع دائما نصب عينيه واللبيب من يضعه دائما نصب عينيه ويسعى دائما في الوصول إليه بأن يكون أحد العلماء العظماء أو التجار أو التجار الأمنى أو الدعاة الصالحي إذن لا بد أن يكون للشاب ماذا؟ للشاب أن يكون له مثل أعلى يطمح إليه كان نكون إذا أراد الشخص أن يكون مثلا طبيبا لا بد أن يكون له أحد الأطباء ينظر إليه كمثل أعلى حتى يصل إلى هذا المستوى أو إذا كان يريد أن يكون تاجرا لا بد أن يضع له مثلا أعلى من التجار شخص تاجر أمين يضعه كمثل أعلى يسعى أن يكون مثله هكذا الشخص يصل إلى النجاح لا بد أن يكون لديه هدف يصل إليه ويكون لديه أيضا قدوة أو مثل أعلى يراه أمامه حتى يستطيع الوصول إلى هذا المستوى لا أن يكون المال وحده مثله الذي ينشده ولو من طريق التحايل والمكر فتلك وسيلة حقيرة للذين يبحثون عن النجاح والنجاح المؤسس عليها حقير أيضا فما النجاح الحق إلا بالنبل والصدق في العمل والأمانة في النفس إذن يقول الكاتب هنا أن بعض الناس يبحث عن فقط المال يعتقد أن النجاح هو المال فلذلك يأخذه عن طريق التحايل والمكر ويأخذه عن طرق غير المشروعة فتلك يسميها الكاتب يقول فتلك وسيلة حقيرة للذين يبحثون عن النجاح لا تبحث عن النجاح أن يكون لديك المال فقط ولو من أي طريق قد يكون طريق خاطئ هذا ليس نجاحا وصولك إلى هذا النجاح ليس نجاحا لا نسميه نجاحا فالنجاح أن تكون تصل إلى ما تهدف إليه بطرق مشروعة وليكن همك فقط المال وبعد أن يكون لك مثل أعلى تنشده وتعمل للوصول إليه وبعد الثقة بنفسك واحترامها اجتهد أن تبتسم للحياة فالابتسام خير دوائل للعقل وقد أردنا التجربة أن الفرحين المستبشرين الباسمين للحياة خير الناس صحة لا بد أن تكون تبتسم للحياة لا بد تبتسم للحياة حتى تستقبل كل الأمور سواء كانت إيجابية أو سلبية بابتسامة حتى تكون من خير الناس صحة وأقدرهم على الجدي في العمل وأقربهم إلى النجاح ومن أكبر النعم على الإنسان أن يعتاد النظر إلى الجانب المشرق في الحياة للجانب المظلم منها فلا تنظر للحياة نظرة معتمة إذن أقرب الناس للنجاح هو الذي يعتاد النظر إلى الجانب المشرق لا بد أن الشخص يعتاد أن ينظر إلى الجانب المشرق من الحياة حتى يستطيع النجاح أما إذا شهدت الجانب المظلم والجانب المأساوي من الحياة فأنت ستستمر في هذا الطريق ولا تستطيع الوصول لهدفك ولا للنجاح الذي تنشده فلا بد أن تكون تنظر إلى الجانب المشرق من الحياة حتى تكون سعيدا ومرتاحا لتحقيق أهدافك إن توسيع أفوقك وثقتك بنفسك ثم تفاؤلك وابتسامك هي الخيوط التي يجب أن تنسج منها حياتك إنك إن فعلت كان ذلك خيرا لك ولأمتك إذا لا توسيع الأفوق والثقة بالنفس والتفاؤل أيضا والابتسامة هي خيوط يجب أن تنسج منها حياتك تنسج حياتك من هذه الأمور تجعل كأن حياتك قطعة من قماش تنسجها أنت بيدك توسيع الأفق وثقتك بنفسك والتفاؤل والابتسامة هي كالخيوط أنت تنسج منها حياتك وتشكل منها التصميم الذي تريد وأن يكون عليه حياتك في قادم الأيام انتهى نصنا هنا أجيب عن الأسئلة التالية متى يكون الإنسان قادر على التغلب على معاوقات الوراثة والبيئة؟ متى يكون الإنسان قادر على التغلب على معاوقات الوراثة والبيئة؟ نعم قرأناه في بداية النص من يتذكر منكم؟ نعم أحسنتم إذا استعان بالله وكان ذا عزيمة قوية وهمة عالية العزيمة القوية والهمة العالية بعد الاستعانة بالله هي تجعل الإنسان قادر على التغلب على معاوقات الوراثة والبيئة أحدد قسمين النجاح في نظر الكاتب الكاتب قسم النجاح إلى قسمين نعم أحسنتم قسم النجاح الحق الذي هو ينشده كل الناس وقسم آخر ينشده البعض يعتقد أنه نجاح بينما هو لا يسمى نجاحا وهو النجاح الحقير أسماه الكاتب النجاح الحقير وهو أن يبحث عن المال بأي طريق كان قسم النجاح ل informações ما خير وسيلة للنجاح في الحياة في نظر الكاتب؟ نعم أحسنتم خير وسيلة للنجاح أن يكون للشاب مثل أعلى يطمح إليه لا بد أن يكون لشاب مثل أعلى يطمح إليه يعتقد الكاتب أن هذه هي الوسيلة للنجاح أقرأ وألاحظ المواضع التي استخدم فيها التركيب الملون فيما يأتي نشاهد التركيب الملون هنا يكون للشاب مثل أعلى يضعه دائما نصب عينيه ونشاهد الجملة الأخرى الطالبة المجدة تضع النجاح دائما نصب عينيها شاهدوا معي الجملة الأولى يكون للشاب مثل أعلى يضعه دائما نصب عينيه والجملة الأخرى الطالبة المجدة تضع النجاح دائما نصب عينيها الآن أملأ الفراغ التالي على غرار ما سبق بعد أن شاهدنا الجملة السابقة نملأ الفراغ هنا الجندي المناضل فراغ حماية فراغ دائما فراغ ما رأيكم كيف نكمل الجملة على طريقة الجملة السابقة الجندي المناضل يضع حماية الجندي المناضل يضع حماية الوطن دائما نصب عينيه الطبيبة الحاذقة تضع شفاء المريض نصب عينيها الطبيبة الحاذقة تضع شفاء المريض نصب عينيها أملو الفراغات في الشكل التالي وسائل النجاح كما يراها الكاتب وسائل النجاح كما يراها الكاتب واحد ساعة الاطلاع اثنين غير ساعة الاطلاع نعم حسنتم العزيمة أيضا من وسائل النجاح كما يراها الكاتب أحسنتم الثقة بالنفس وأيضا أحسنتم القدوة الحسنة وأيضا عدم اليأس أحسنتم وعدم التعلل بالأعذار اللي يكون الإنسان يتعلل بالأعذار والتفاؤل وأخيرا الابتسام إذن هذه وسائل النجاح كما يراها الكاتب نشاهد التقييم هنا أصل الكلمات في المجموعة آلف بما يناسب معناها في المجموعة ب الحقير ما معنى الحقير لدينا هنا الحقير ولدينا هنا أربع معاني هل هو القدوة أو الذليل أو مشرقة أو مظلمة أحسنتم الحقير الذليل معتمة مشرقة أو مظلمة أحسنتم مظلمة المثل نعم القدوة المثل المثل الأعلى أي نقصد به القدوة أحسنتم إذن خلاصة درسنا لهذا اليوم لمن تبتسم الحياة تبتسم الحياة برأي الكاتب للمتفائل وللمبتسم وللواثق بنفسه ومن لديه قدوة حسنة وصاحب العزيمة والهمة العالية ولمن لا ييأس ومن كان لديه سعة في الإطلاع ولمن لا يتعلل بالأعذار هذه الأمور تكون لمن تبتسم له الحياة برأي الكاتب وإلى هنا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة